عندما أسقطت تركيا المقاتلة الروسية في شمال سوريا عام 2015 قرعت طبول الحرب في المنطقة معلنة مواجهة عسكرية وشيكة بين أنقرة وموسكو لكن سرعان منقلب المشهد إلى تقارب غير مسبوك بين الأتراك والروس وصل إلى حد إثارة غضب حلفاء تركيا في الغرب وتحديدا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قمم متلاحقة جمعت إردوغان وبوتين واتفاقات تجارية طرقت حد المائة مليار دولار وعسكرية تمثلت بشراء تركيا منظمة الصواريخ الروسية المتطورة S-400 والأهم تفاهمات سياسية غيرت من خارطة القتال على الساحة السورية وأفضت إلى تفاهمات سوتي ومناطق خفض التصعيد فهل يقود تصعيد الحالي بين تركيا وروسيا بعد الضربة العسكرية الأخيرة في إدلب إلى مشهد مشابه شكل دعم موسكو لنظام بشار الأسد حجر عثرة على طريق إسقاط نظامه في حين عززت أنقرة من قوة المعارضة السورية ماديا ومعنويا ومع تطور الصراع باتت احتمالات الصدام المباشر بين البلدين أكبر فأسقط الأتراك مقاتلة روسية ووصف الأمر حينها بخطأ تغاضت عنه موسكو وبعد أشهر أثمر ذلك الموقف تقاربا بين البلدين تمثل في مشاركة الأتراك في مؤتمرات نظمتها موسكو لتعزيز موقف حلفائها على الأرض بل وزادوا على ذلك بعقد اتفاقيات تجارية مع أنقرة بمئة مليار دولار فأصبح التقارب علنيا تحمس لأجله الأتراك فعقدوا صفقة لشراء منظومة S-400 المضادة للطائرات حينها بدى جليا أن أنقرة فضلت سلاحا روسيا على نظره الباتريوت الأمريكي لتثبت تقاربا أكثر متانة مع الروس تقارب أثار غضب الأمريكيين وحلفاء النيتو فاختارت واشنطن تعليق مشاركة الأتراك في برنامج تطوير وامتلاك مقاتلات F-35 بدى الأمر في حينه أن العلاقة بين الأتراك والروس أقوى من أي وقت مضى ثم لم ينضي وقت طويل حتى تدرج الخلاف على عتبات إدلب بمناوشات وتصريحات وانتهى إلى هجمات متبادلة سقط فيها جنود أتراك وسوريون لكن التطورات الأخيرة لم تبح بكامل أسرارها في ظل حديث عن دور للنيتو وعن محادثات مرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوان وحتى عن صراع أوسع لا تحمد عقباه معنا من إسطنبول يوسف كاتب أوغلو الكاتب والمحلل السياسي ومعنا من موسكو يفجيني سيدروفا المحلل السياسي الروسي أهلا بكم أهدافيا الكريمين شكرا جزيلا لتلبية الدعوة أبدأ معكم سيد كاتب أوغلو هذا الحوار يبدو أن الأحداث الأخيرة أصبحت الدليل القاطع على أن روسيا تفضل النظام بشكل أو بآخر النظام السوري على أي حلف مهما كان مربحا مع تركيا لدرجة أنها تركت ورقة التوت تسقط عن تركيا وحملتها المسئولية أستاذ كاتب هل هذا هو اختصار الوضع الحالي ما بين روسيا وتركيا مساء الخير تحياتي لك ولضيفك وإستاذ المشاهدين بداية نجب أن نضع النقاط على الحروف ونتكلم بواقعية ونصف الأمور بما هي الذي يتحمل المسئولية كاملة هنا واضح تماما الذي استهدف الجنود الأتراك في سوريا هو النظام السوري القاتل الذي هو يعيث فسادا وقتلا هنا وهناك وهو تجرأ على ذلك بسبب الدعم الروسي له ولكن سواء كانت المصادر الرسمية التركية وسواء كانت المعلومات المتواترة الذي الآن تركيا ترى بأن عدوها الرسمي الآن هو النظام الذي هو أصلا نظام فاقد شرعيته أمام شعبه عندما تجرأ وقام باستهداف القوات التركية فأصبح أيضا عدوا لتركيا أتوقع أن روسيا هي التي على المحاك وليس تركيا روسيا هي بئير أمام خيارين إما أن تستمر في دعمها لهذا النظام الذي فاقد شرعيته بسبب قصفه لشعبه وبسبب سياسته الدكتاتورية أو الإبادة التي يستخدمها واستمراره لعملية الأرض المحلوقة وبين أن تختار تركيا مع علاقاتها المتنامية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا تركيا تقول للجميع بأنها معنية بما يحدث أكثر من روسيا بسبب أمنها القومي وبسبب الحدود المشتركة وبسبب المهجرين الموجودين مئات الآلاف على الحدود الذين لا يجدوا منطقة آمنة يفرون إليها وبالتالي تركيا هي معنية أكثر من روسيا والروسيا معنية بإما تختار تركيا أو تختار النظام أفهم من كلامك أنه لن يكون هناك صدام ما بين تركيا وروسيا على الإطلاق حبائي بالروس والأتراك يعني ليست هكذا وإنما تركيا تتحفظ على هذا الكلام هي لا تريد وقالها الرئيس الجمهورية رجل طيب أردوان مرارا وتكرارا أنتم ليستم أعداءنا لستم هدفنا تنحوا جانبا وتركونا هذا كان هدف واضح والآن هذه الرسالة أيضا سأتوقع أنها تصل بشكل أوضح عندما تم الإعلان اليوم عن اللقاء مرتقب بين بوتين وأردوان في الخامس أو السادس من هذا الشهر اليوم كان لقاءات أيضا ثنائية بين وفد تركي وفد روسي التركيا هي لا تستهدف القوات الروسية وروسيا تعلم تماما بأنها إذا ما استهدفت القوات التركية فهي الخاسر الأكبر وهدف تركي الرئيسي هو تطبيق اتفاق سوتي بحذافيره وعودة هذا النظام القاتل إلى الحدود المتفق عليه يعني المحل العسكري الذي كان معنا في بداية الأشعة كان يتحدث بأنه أصلا تركيا لا تستطيع يعني استهداف أو الاقتراب من أي ما يخص روسيا في سوريا وليس القضية أن روسيا ستكون الخاسر الأكبر على كل حال أستاذ يفقيني أنا أشكر صبرك معنا يعني لماذا لا تتنحى تركيا أو سوريا عفوا روسيا جانبا كما يقول السادة كاتب أغلو لماذا تراهن روسيا على نظام السوري نظام متهالك نظام يعاني خلال الفترة الماضية كلها كان ربما وتنتشله مقابل الإنجاز والتقدم الكبير في العلاقة مع تركيا تعبت كثيرا فيها وعملت على سحبه من حلف الناتو ومحاولت كما يصف الآن ومنذ بداية الأزمة بأنها تحاول سحبه وتفكيك الناتو أيضا إلى أن تطورت العلاقة وأصبحت في أوجها وأكل وايس كريم مع بعض طيب شو اللي صار الآن نعم مساء الخير لك والسادة المشاهدين وضيفك الكريم أولا أنا لا أعتقد بأن تركيا هي طفل صغير يمكن صحبه من ناتو بمثل هذه السهولة أو تفكيك ناتو من قبل روسيا لأن الناتو حلف معروف وقوي وبالمناسبة كان هناك وقت منذ سنوات لم يكن هناك أي خلاف بين روسيا وحلف الناتو حتى وصل الأمر إلى درجة أن مسألة اندمام روسيا إلى الناتو كانت قد بحثت بكل جدية ولكن منذ ذلك الحين مرت سنوات عديدة والآن تغيرت الأوضاع حلف الناتو رغم أنه يلعب طبعا دور مهم الآن في ظل هذه المواجهة بين روسيا وتركيا إلا أنه لن يدعم تركيا عسكريا كما يبدو وأصلا تركيا ليس بحاجة إلى هذا الدعم لأن تركيا هناك ثاني جيش أقوى جيش في حلف الناتو وبالتالي تركيا تستطيع أن تدافع عن نفسها في وجه أي مواجهة عسكرية سواء مع جيش النظام أو ليس محوطة مع روسيا أعتقد أن الجميع أعتقد أن هذا الطلب تركي جاء طلب الحاجة إلى المساعدة أن تطلب نعم نعم تطلب المساعدة لسبب بسيط للغاية وهو جذب المزيد من الأطراف إلى جانب تركيا وتصوير أو تحميل روسيا مسؤولية ما يحدث هناك أقويل كثيرة عن عدم وفاة روسيا بالتزاماتها المترتبة على اتفاقيات سوشي ولكن هناك صمت متبق فيما يتعلق بعدم التزام تركيا بما أخذته وقطعته على نفسه من وعود والتزامات ومنها في المقام الأول فصل العناصر المتطرفة والإرهابية عن المعارضة المعتدلة ثانيا فتح طريقي M4 و M5 أمام الحركة وكذلك سحب الأسلحة السقيلة وإلى آخره إلى درجة أن هناك صمت متبق حيالة هي التحرير الشام هل هذا التنظيم الإرهابي يقف مكتوف الأيدي أمام ما يحدث ويكتفي بدور المتفرج؟ لا كلا بطبيعة الحال هناك هجمات مستمرة تقوم بها فصائل المسلحين المتطرفين والإرهابيين ولكن الغريب في الأمر أن الدول الغربية وكأنها لا تلاحظ هذا الوقع وتحمل روسيا المسؤولية الأساسية عن ما يحدث بطبيعة الحال العملية يجب أن يكون متبادلة من الجانبين من روسيا وتركيا للتوصل إلى تفاهم ما الآن نرى أنه بعد هذا التصعيد الأخير الذي نتج أو أصبر عن مقتل 33 جنديا تركيا بدأ يلوح في الأفق ربما بعض المعالم التي تشير إلى إمكانية تهديئة وعلى الأقل الاتصالات على مستوى القمة بين الرئيسي روسيا وتركيا أصبحت أمرا شبه مؤكد حتى الآن وربما سوف يؤثر ذلك بشكل إجابي إلى درجة معينة على تهديئة الأوضاع في إدلب ومن ثم وقف إطلاق النار تصريحات الأخيرة الصادرة من تركيا طبعا بحاجة إلى رد حضرتك من حضرتك أستاذ كاتب على مقاله أستاذ إفغيني فيما يتعلق بقضية التنصر التركي من الالتزامات ومحاولة تحميل روسيا المسؤولية مستشارة ردوغان كان يقول بأننا لا نخشى مواجهة روسيا وهذا تصعيد وفي تصعيد أيضا في الجبهة الداخلية وفي تصعيد من الأحزاب سنتحدث عنه بعد قليل وذكر وقلق 16 مرة نحن حاربنا هذا الطرف الآخر يعني وزار التاريخ ولكن يبدو أن زيارة التاريخ لمن يقرأ لا تبدو محفزة إذا ما عدنا إلى مغامرة أنور باشا كانت نهاية لحين ربما الامبراطورية العثمانية لا ودى ندخل في هذا الجانب ولكن هذا حديث تصعيدي ومتعلق بروسيا على عكس ما تفضلت وقلت في بداية الكلام أنه يعني روسيا خارج إطار التصعيد مع تركيا يا سيدي يعني دائما تركيا قامت وما تزال مصرة على أن يكون هناك شعرة معاوية في خضية كيفية ضمان الحقوق أو ضمان الجهود الدبلوماسية والسياسية ولكن في نفس الوقت هي أيضا قوية على الأرض لا ننسى بأنها من طرف هي التي كانت عنصر مهم في أستانا وسوتي ولكن من طرف آخر عندما تفشل أستانا وسوتي فهي الآن موجودة بقوة وهي باعتراف ضيفك الموجود تركيا ليست بحاجة لدعم أحد هي ثاني أقوى جيش في النيتو وتستطيع أن تقوم بما يلزم عندما يلزم ذلك بالطريقة التي تراها مناسبة وفق القوانين الدولية تركيا يا سيدي هي تقول للجميع هي تريد أمن واستقرار هي معنية بما يحدث ولكن هناك من يريد أن يشعل المنطقة ويجعلها أن تكون حربا إقليمية بالوكالة القضية هنا هناك نظام قاتل هناك نظام هو الآن استهدف أخضر الجارس استهدف الإنسان استهدف حضرتك بكلام أستاذ إفقيني كمان أستاذ إفقيني قال بأن تركيا تطلب المساعدة لأنها تود حشد المزيد من الأطراف مقابل روسيا من كلامك أفهم أن أجابة أستاذ إفقيني يقول أن تركيا تحاول تعمل جرى المنطقة إلى حرب إقليمية بما أنها قادرة وتدفع بالجميع للانضمام من الجانبها هذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح يا سيدي هذا كلام مردود وهذا كلام غير صحيح لولا تركيا لكانت الأمور كارثية أكبر الذي كان يعد نفسه لعملية عسكرية كاملة لإبادة 3 نصف إلى 4 مليون من منذ العام الفائت هي روسيا والنظام ولولا تدخل تركيا ولولا اتفاقية سوتي لما تم إنقاذ هؤلاء الآن ما يحدث الآن هو عبارة عن إيجاد ذرائع وحجج يقول لك بأن هناك مجموعات إرهابية أي مجموعة إرهابية تتكلم عنها طيب أنا أسأل سؤال هذه المجموعات الإرهابية لو كان هذا الكلام صحيح لماذا المليون الآن الموجودين على الحدود التركية لماذا لا يهربون إلى النظام إلى داخل أراضي الآمنة تابع للنظام تابع إلى روسيا لماذا الآن التصعيد والضغط على تركيا هذه نقطة النقطة الثانية اسمح لي أن أقول بسرعة أرجو نعم نقطة مهمة جدا يا سيدي هنا روسيا هي الآن يجب أن تعلم تماما بأن تركيا إذا ما نفذ صبرها فهي ستكون روسيا نعم الخاسر الأكبر من يقول بأن تركيا لا تتجرأ على إصابة روسيا في سوريا فهو واهم عندما تكون هناك استبزازات مستمرة وعندما يكون هناك دعم للنظام فاقد الشرعية واستهداف لأمن القوم التركي فالمادة 51 تجيز ذلك والتفاقية تجيز ذلك وبالتالي على الجنة أن يحترم ويعلم بأن تركيا صبرها نفذ والمهنة تنتهي الليلة وغدا ربما نسمع أخبار هي أن على الأرض تجبر الطرف الآخر على أن يكون هناك وقت يعني تقولي أستاذي فقيني بأن تركيا هي الثانية في حلف الناتو ولكن روسيا ليس في حلف الناتو يعني يمكن أن تصنف وتستقوي على من هم في نفس الإطار ولكن يضع أستاذ يوسف تركيا وكأنها ندن لروسيا ويرد عليك الاتهام ويقول لك بأن روسيا هي التي تسعى إلى جر المنطقة الحرب الإقليمية هل تسعى روسيا إلى ذلك بالفعل في إطار الوصول بالنهاية إلى تفاهم للضغط على الولايات المتحدة وعلى باقي المجتمع الدولي اليوم للتفاهم مرة الجديدة على قبول النظام السوري اليوم بقي دقيقة ونصف إذا تكرمت لأستاذي فقيني ردك على أستاذ يوسف أنا أعتقد بأن ما يحدث الآن ربما اختبار للطرفين الآن الأوضاع برأي طبعا ربما يمكن القول ولو بتفاؤل حذر جدا جدا بأن الأمور قد تتجه إلى تهديئة في الأيام القليلة القادمة ليس من قبيل الصدفة أن هناك تدخلا من أعلى مستوى سياسي لروسيا وتركيا في آخر لحظة نحن نعلم أن غدا ستنتهي المهلة التي منحها الرئيس أردوغان للجيش السوري بالانسحاب وهنا بعد هذا التدخل والمكالمة الهاتفية هناك أنباب إمكانية عقد قمة روسية تركية في الأيام القليلة القادمة فهل يمكن أن نتصور أن الأيام المتبقية حتى هذه القمة وهي ستنعقد على ما يبدو بين الخامس والسادس من الشهر المقبل أن هذه الأيام ستشهد ربما مواجهة أسكرية واسعة نتاق أو حربا أو مواجهات وعملية بالفعل ضخمة لا يمكن أن نتصور ذلك ويبدو أن هناك تفاهما سواء من قبل روسيا أو من قبل تركيا لضرورة اختيار لغة الحوار كبديل واضح ولا شك فيه للغة التصعيد التي تشهده منطقة إدلب في السنوات الأخيرة أحد الأمثلة التي يمكن أن تدل على إمكانية التهدية والاتجاه باتجاه نحو وقف اطلاق النار هو بعض الأنباء التي تفيد بأنه يمكن أن تكون هناك دوريات روسية تركية مشتركة لطريق M5 على سبيل المثال لكي يبقى هذا الطريق تحت مراقبة مستمرة وربما هذا سوف يؤدي إلى تهدية الأوضاع في هذا الجزء المهم من الأراضي السورية أستاذ يفجيني شكرا لك يفجيني سيدروف المحلل السياسي الروسي كتب مباشرة من موسكو معنا أشكرك دائما أيضا أستاذ يوسف كاتب وغلو الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول شكرا جزيلا لكم